ألية استملاك الأراضي في المنطق الحرة بمحافظة الزرقاء والإجراءات البروقراطية في إنجاز المعاملات مع وقات تواجه المستثمرين بالمنطقة المستثمرون رفعوا مطالبهم إلى هيئة المستثمرين مناطق الحرة التي أكدت بدورها أنها لا تملك حلولاً لهذه المشاكل ووعدت بمتابعتها مع الجهات ذات العلاقة لضمان تعزيز تنفسية المنطقة واشتكوا من سياسة إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة الأردنية وانتقالها من إدارة ودعم البيئة الاستثمارية إلى الجباية أهم المعاوقات التي تواجهنا اليوم في المنطقة الحرة هي رفع الأجور لقطاع الخدمات رفع الأجور مبلغ 400% يعني قطاع الخدمات حولنا من قطاع تجاري إلى قطاع خدمي صارت الأجور من 3 ليرات إلى 12 ليرات وبعد مباحثات تم رفعها إلى مبلغ 8 دنانير للمتر الواحد علماً أن المقاطع التي معمولة داخل المنطقة الحرة كلها تمويل ذاتي من أكبر المعاوقات التي نحن من وجه في المنطقة الحرة هنا أن القوانين المستحدثة غير واضحة وما تنتج عن دراسة والقوانين غير ثابتة إحنا بنأجينا على المنطقة حولنا استثمرنا على قوانين معينة تحديث القوانين الغير مدروسة وجود الأشخاص الغير مناسبين في دراسة هذه القوانين هو اللي عملنا المشاكل ترجمة نانسي قنقر